بعيداً عما جاء في بيان وزير القائد والذي اعتبر أن تسرع بعض مكونات الإطار التنسيقي في أعلان الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس للوزراء، وآلما تجف دماء الشهداء بعده هو فعل وقح، فإن القراءة الموضوعية لمثل هكذا دعوات تخلص إلى اعتبارها استفزازاً صريحاً لمشاعر الجماهير، وهي تذكر بما سبق في تسرع في قبول استقالة نواب التيار الصدري وعقد جلسة طارئة للمصادقة على عضوية بدائلهم، ويؤكد مراقبون أن بيانات بعض قوى الإطار تبرهن حالة عدم الشعور بالمسؤولية والتمادي في الخطأ والإصرار عليه، وهذا ناجم عن تكون فكرة مغلوطة عن أن الأمور انتهت لمصلحتها، وبات الطريق معبداً لاستئناف مشاريعها غاضين الطرف عن حقيقة بائنة وهي أن حالة الاستئاء عامة، وأن الثروة لا تخص التيار الصدري وحده، وعلى أي حال فالفكرة الرئيسية أنه لا يمكن العبور على استحقاق جماهير التيار الصدري الفائز الأول في الانتخابات، ولا غض الطرف عن موقف الأغلبية الصامتة التي قاطعتها. عند الحديث عن تشكيل أي حكومة، يقول عرب المحاصصة أنها ستكون حكومة خدمات تأخذ على عاتقها تصحيح المسارات، وتحارب الفساد، وما إلى ذلك من لغو فارغ يعرف الإطار قبل غيره أنه حتى لا يصلح للاستهلاك المحلي، وينصح مراقبون بفتح الحوار الجاد مع التيار الصدري والقوى القريبة منه، للتوصل إلى حلول مقبولة وعدم التسرع حتى في إطلاق التصريحات ووقف جميع أنواع الاستفزاز. إن من أشد ما يثير الحنقة ويشعل الغيظة حديث بعضهم عن أن المعطلة لسير العجلة هو عدم توصل المكون الكردستاني إلى مرشح لرئاسة الجمهورية. والإطار قبل غيره يعلم تمام العلم إن من يعركل التوصل إلى اتفاق هو إنحياز قواه إلى طرف دون آخر وتشجيعه على العناد، خلافاً لمنطق الأمور القائل بأن المنصب هو من حق المكون جميعه، وليس حزباً منه وأن ناتج الانتخابات والحضور والثقل الجماهيري يجب أن تكون لها اعتبارها في الاختيار، مع مراعاة أن لا يكون المنصب شكلياً أو أن يكون الرئيس مجرد دمية تتلاعب به القوى النافذة، وتبقى كلمات على طرف اللسان وجهها وزير القائد إلى إيران حسراً بأن من فرق جمع الملايين بدقائق قادرة على إعادتها بثوانٍ، فامنعوا تبعكم من الدوس على ذيل الأسد.